طاقم بناتي ديزني على شماعة مأسات منتظمة من 2 ل 8 وكل لون زي ما انت شايف كده مربوط مع بعضي وعبارة عن 12 قطع يعني دسا هتلاقي موديلات شورت وموديلات تانية برمودة وموديلات تالتة بانطلون وهتلاقي موديلات الشورتة او البرمودة او البانطلون في شوية موديلات كده هتلاقي قطعة اللي من تحت ممكن تلاقي عليها طبعا المهم يا سيد الخامة بتاعته شعيرات محترمة جدا وجودة الفينش والتصنيع بتاعته بجد جودة تصدير اده هو مش تصدير لأ حضرتك ما حدش يضحك عليك ويقولك ان الطقم ده تصدير الطقم ده تصنيع ولكن بجودة تصدير لانه معمول في مصنع تصدير ولكن جوه البيعة كده لقينا ان فيه طقم مستلمينه وزي ما هو الشغل زي ما انا مستلمه زي ما انا بابعه لك فيه طقم فوستيهم اللي هو الطقم البيج اللي الشرط بتاعه ورمادي مطبوع هو ده الوحيد اللي في الشغل بجد تصدير ولكن خلينا اقول لك يهمنا بكلمة تصدير دي ان تكون جودة محترمة وفينيش وسعر كويس وهو ده اللي هتلاقيه في البيع بتاعت النهاردة ما تشغلش بالك هو تصدير ولا تصنيع ولكن انا بقول لك الجودة محترمة جدا والسعر هتسمعه دلوقتي محترم جدا نرجع ونقول بقى يا سيدي ان احنا عاملين لك الكيس سبعين قطعة في السبعين قطعة متشكل في كل الكيس خمس الوان اساسية مكررة في كل الكيس واللون السادس هو البس بيتغير من كيس للتاني يبقى الكيس سبعين قطعة هتلاقي فيه حوالي ستة الوان لو خدت اتنين كيس سبعين قطعة باجمالي مية واربعين قطعة هحزبك على سعر قطعة جوه الكيس خمسة وثلاثين جنيه ونص اول الله زي ما انت سمعتك كده طاقم الديزني اللي انت بتتفرج عليه ده في المية واربعين قطعة هحزبك على سعر قطعة بخمسة وثلاثين ونص أما لو خدت كيس واحد فئة سبعين قطع هحزبك على سعر القطع سبعة وثلاثين ونص وللعلم عندنا قطقم بناتي ديزني بواية تصدير بواية تصدير ولكن مش على شماعة وبينبعها أزيد من الشغل ده باتنين جنيه وبس لو تاهت منك اطلب من الرابط بتاعها وفرجك برضو عليه ولو خدت من الشغل ده أو من الشغل ده تقدر تعمل ميكس طاقم بناتي بسعر محترم جدا مش هتلاقي غير في مكتب أو تليد